مساء الخير في فيديو جديد في بلوري كلير ومراجعة سيزون صفر والمقارنة بينه بين الانمي والمانجا والحاجات دي كلها. طيب ده سبع فيديو وخلينا نبتدي على طول بالقصة الموجودة المرة دي في الانمي وفي المانجا في نفس الوقت. آآ لو فاكرين التماجوجو فاكرين حاجة زي كده اللي هو الكائن الصغير ده اللي انت بتعطي ربيه على الجهاز كده اللي عفو صغير. يعني هنشوف دلوقتي حيلا خلينا نبتدي بحاجة موجودة في الانمي مبدأتش في المانجا وهو ان في شخص ضخم كده وكبير ماشي. وزق ود صغير كده وقع على الارض. الود قال له فيه ايه? مش عارف انت بتعمل كده ليه? قال له عشان انت واقف في طريقي ها 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 وراح رميه على الارض. وبعدين قال له انت شكلك هتوستخد خد الفلوس دي عشان تنضب بها نفسك. اه بطريقة شريرة كده. بعد كده بنكمل ان جوي بيشرح ايه هي اللعبة. الفارق بين الانمي والمانجا انه في الانمي كان بيشرحها للاستاذ بتاعه اللي شافه بيلعب اللعبة. في المانجا بيشرحها بيتكلم مع يوجي او هما بيشرحوا البعض يعني. وبنكتشف ان اللعبة دي هي عبارة عن بت او كائن كده اليف بتاعك. انت بتاع تربيه وتهتم بيت. اه تنظف وراه وتأكله كده لغاية ما يكبر. وبعدين بيبان كمان ان الكائن ده غير كده انت كمان ممكن تجاوزه لكائن تاني الكتروني بانك توصل الجهازين مع بعد ساعة هيطلع كائن تاني اه مختلف اكتر او يونيك اكتر عن الكائن اللي قبله. الفكرة ان انت بتختار اه او كان بيقول في المانجا يعني ان انت بتعرف تختار الصفات بتاعتك تخليها موجودة في الصفات بتاعت البت بتاعك او الحيوان الاليف بتاعك ده. بعد كده في المانجا بيخش الرجل الزق الودة في الانمي نفس الودة بالضبط بيخش ويضحك كده يونه اه 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 في اه بيقول انا عندي بقى البت بتاعي هو من اقل الموجودين وان هو وجامد قوي وكده فيقول له ازاي بيقول محدش عارف هو ده غلطة في اللعبة ولا ده زي كده حاجة ميستري كده بتطلع عواني مليون مرة في المليون بس بس بتاعي ده قوي جدا وعليه نجمة الرسمين عليه نجمة كده فبيقول انت بتعرف ان البت هو البت المميز ده او ده لما بتلاقي عليه نجمة دي ويقول انتو البت بتاعي ما متزدش عمرها عن اسبوعين ثلاثة انا بقاله شهرين معي وما ماتش وعايش عايدي عشان كده البت بتاعي جاملت فكلهم بقى مبهر وقالوا يا لهوي شو معقول ازاي كده حاجة جامد قوي حاجة بالمعنى ده في بقى جايب لك ان الواد ده كان ماشي فالواد الشرير ده نده عليه قال له تعالى يوجي دخل بص لاب يتديله فلوس وبعد كده الواد شاف قال له انت شوفتني اروح ما تقولش الحد حدش فاهم في ايه فايجي قال له طب لو عايز تتكلم معي في اي وقت قولي قال له خلاص تمام وبعدين اداله صغير كده قال له انا معيك كتير من دخلي ده معيك وبعد كده عايشه في السلام يعني وسعادة بس والواد مشي مش فاهمين برضو لسه ايه اللي حصل بالزبط اقول اداله الفلوس ليه منلاقي بقى كده في المنجا ان الواد الشرير ده بيزحى كده على صوت فبيقولنا مش عارفة نام هو في ايه فجايب يبص الكائن بتاعه عشان يأكله يعني ويشوف ماله بيلاقيه اكبر شوية عادي وبعدين بيركز معه اكتر بيلاقي ان هو عمال يكبر وبعدين الكائن بقى يجايب لك بقى من جواه هو بيتكلم فبيقول لنا زيت ان انا اكل الاكل بتاع البيتس ده فبيقول له هو انت بتتكلم ازاي غريبة ويه البيتس ما بتاعهش تتكلم قال له انت بتقول علي انا بيتس يا دي انا مش عارف ايه قال له هاتلي اكل احسن من كده وانا هخليك مشهور انا هخليك مشهور بعد كده بيقيه في المشهد اللي بعد وبعد كده ان الراجل الشرير ده بيروح للمدرسة وعدين بياخد منتية الجهاز بتاعها ويوصلهم في بعض وبعد كده وهو بيوصلهم في بعض بقى بيتحك ويبتسم بسانو شريه ها 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 فالكائن ده بدل ما يميت سواء مع الكائن الصغير التاني البيت بتاعته بيأكله وبعد كده يوجي بيروح يزعق له في امواخد جهازه كمان وموصلهم ببعد وهنا بنشوف بقى الكائن بتاع الراجل ده البيت بتاعه والبيت بتاع يوجي اللي هو امو الفعر وزي شعر يوجي بالزبط والبيت بتاع يوجي بيهرب منه احنا كل ده لسه في المنجا وبعد كده الواد الشرير ده خد من يوجي البيت بتاعه والجهاز بتاعه ووصلهم ببعض فالكائن ده فضل يجري وراء البيت بتاع يوجي عشان يكله وبعد كده مرة واحدة يوجي قال ايه ده ايه الصوت ده ده الصوت اللي بنسمعه لما في حاجات بص لقى الكائن بتاعه بقى اقوى ورح ضرب الكائن ده واقعه فالواد الشرير قال ايه ده انا مش لاقي البيت بتاعي ده ده انتهى بس على الاقل اعرف انام بالليل والقصة انتهت هنا في المنجا بس في القصة اطول من كده بكتير بقى اولا في الانيمي كان فيه حتة كده ان تريستن واقف اللي هو اسمه هوندا هنا وبيقول لهم انتو بتعملوا ايه انا شغال في فريق النظافة عشان انا نظف البيئة او كده واللي انتو بتلعبوا بيدها حاجة مالهاش لازمة بص لقى البنت اللي هو بيحبها لشعرها بنفسي دي هي كمان بتلعب اللعبة فهتم باللعبة بعد كده. دي حاجة حصلت في الاول. المهم ان بعد كده لما الراجل الشرير ده دخل الفصل عشان ياخد الجهاز بتاعتها خد الجهاز بتاعتها ووصله وكان الكائن. وبعد كده راح جوي قال له لا انا مش سيبقى تعمل كده. راح خد الجهاز بتاعه برضو واجهه بعض والكائن بتاعه اتدمر. فجي تريستن بقى قال له انا مش هسيبك تعمل كده وراح وصل للجهاز بتاعه وتريستان هو الكسب. فتريستان هو الكسب فالواد مش مصدق قال ازاي ده حصل وبعد كده ماشي. حاجة حصلت قبلها نسيت اقولها ان الواد ده راح وخد كسر المحل بتاع الراجل وخد فالراجل قال له انت بتعمل ايه? قال له خد الفلوس دي تمن وتمن تصليح الحاجة. فيجي ساعتها قال هي دي الفلوس اللي خدها من الواد. الواد التاني اللي كان في الاول خالص. فواضح ان هو بياخد الفلوس من الناس. وبيها بيصرف عشان يجيب دي. بس المهم ان انتهى المواقف كده على ان البنت بتاعه ايه هزم. بعدها وهو ماشي كده بيسمع صوت صرخة من البنت. فبيلاقي ورقة على الارض فيها تهديد وبيجري وراء الشخص اللي خطف البنت اللي بيحبها. لغاية دلوقتي ده اشياء منطقي. بيوصل بعد كده عشان يشوف في ايه? بيلاقي مين? بيلاقي الرجل الشرير ده برضو واقف لسه بيقول له انت عملت فيها ايه? بيلاقي الوادي واقع على الارض واحد ضربه بكورباج. فبيبص مين? يلاقي مين بقى? يلاقي الوادي اللي في الاول خالص. اللي هو كان طيب. يلاقي بقى شرير ومسك كورباج وعمال يضحك ها ها وكده. فالمهم بيفضل يضربهم. يوجي بيخش كمان. فبيقولوا انت ايه اللي جابك هنا مفروف ما تبقاش هنا. يقوم ضارب يوجي بالكورباج وضارب تريستان بالكورباج وموقعهم هما الاثنين على الارض. وتقريبا بنفهم ان الوادي جنن تقريبا لان هو بيقول بتاعتي ضعيفة وبثاتك جرى بقى حياة البيتس. فقاعد بيدربهم بكورباج كأنه بيربيهم يعني كأنهم الحيانات بتاعتهم. فالمهم يوجي بقى ما بيفكك كان هفضل قاعد مستنيه كتير يوم متحاول له ايه اليوم يوجي عشان يخلص يعني. معه مش هيفضل قاعد كتير بقى في الهبل ده. المهم بيقول له احنا تحولنا بقى ايه رأيك نخلي بتاعتنا تلعب بعض. فالوادي قال له ماشي يوجي طلع البيت بتاعه تاني طلع البيت شرير اللي احنا شفناه في المانجة. طلع بقى بتاع الواد ده. وبعدين الواد عادي يضربوا يضربوا قال له مهما حاولنا انا هفضل اكسب ها ها ها. في يوجي بقى بيقول له تيك سمع برضو صوت قال له شفت بقى الكائن ومش هتقدر تهزمني والخير هيهزم الشر والكلام ده. وراح البيت بتاع يوجي ضرب البيت بتاع الواد دمره. وقال له طبعا بقى معادل ايه بتاعك. وبعدين جايب لك بقى ده اللي كده ان البيت الكبير بياكل الواد. بصوبش هيكله اكيد في الحقيقة. وبعد ما وقع على الارض بقى يوجي بيقول انت نسيتني البيت عندها اسنين ممكن توجيها في المكان اللي هي عايزة. وبقى كده بص بحكمة كده قال لك ايه محتاجة اكتر من الضرب ومن الاكل ايه محتاجة حب كمان بطريقة حكيمة قوي كده. وانتهت الحلقة بمشهد جميل كده للبنت وهي بقى مش عارفين مغمى عليها ولا بتقوم. وحضنا تريستان وتريستان مغمى عليه من الضرب اللي ضربه. بس كده وخلصة الحلقة على كده. فنخش بقى على الشابتر اللي بعده في المنجة. الشابتر اللي بعده اللي هو اتنين وعشرين اسمه ديول اتنين وعشرين وده بارت وان اسمه امريكان هيرو بارت وان و بارت طول اللي هو تلاتة عشرين بيبتدي على طول بزومبير اللي هو كارت من الكروت المعروفة الاول بيبتدي القصة ليه وهو بينقذ واحدة ومن هي بتقول له شكرا يا زومبير انك انقذ تاني وكده. كان جايبين جوي ويوجي هم عادين بيقروا القصة ومبهورين بيها وبعدين بيقلبوا فيه وقت بيقول هو زومبير ده عظيم قوي شايفين جامد ازاي. كتاب تقول انا مش عارفة ليه كل حاجات الامريكا فيها بادي بيلدر ومصل زي هو مش عارفة. في الوقت بيتعصب قوي بيقول لها زومبير ده مش بادي بيلدر. وبيزع فيها جامد كده. وكان بيقول لها ان هو اساسا كان ال اله الموت وبعد كده وقع في الحب وبعد كده بدأ يحارب الشر بعد ما بس كل ما بيحاول يعمل خير اكتر كل ما واش ورا المسك بتاعه بيبتدي يتعفن اكتر فبيبقى كأنه زومبي بس طبعا ان بيزع بيتحمق قوي كده. ورغم كده لسه بيحارب الشر. بس طبعا كده بقى بيهدى كده ياخد باله ان هو تعصى بطارية غريبة يقول لها ايه ده معلش انا اسف وكده. بقى كده بيتكلموا عادي وقال لهم ايه رايكوا تيجوا البيت عندي تشوف بتاعتي بتاعت زومبير بتاعتي فكلهم بيقولوا اه دي فكرة حلوية لان روح كلنا كده. بيروحوا له البيت بقى بيلاقوا كمية تماثيل مهولة من زومبير ده. فهو بيقول لهم ان عائلته من امريكا اصلا وانهم كل ما بيسافروا ييجوا بيجيبوا له حاجة من زومبير دي عشان كده هو عنده كليكشن كبير قوي. وابو بيخش بقى لابس المسك بتاع زومبير. هو واضح ان العائلة كلها يعني مهتمين بالكاراكتر ده. الوقت بيسيبوا من يروح يعمل حاجة يجي يلاقيهم فكوا اه واحد من البوكسز اللي ممكن تجمع بيها شكل زومبير. وبدأوا يركبوا بيخش عليهم بعد كده يلاقيهم مركبينه. في الوقت يتفاجئ. ويقول لهم انتو عملتوا ايه? هو كان لابس بقى لبس زومبير يعني يبقى على اساس ان ده بتاعه وده اللبس بتاعه. انتو عملتوا ايه? انت كنت عايز يسيبه في الحالة بتاعته في الكارتونة بتاعته انتو فكتو ليه? فبيعودوا يعتزروا له وبعين في اخر اليوم بقى بيتصالحوا يقول لهم يلا نشوفكو تاني وبعين اللي اب بيوقفهم يقول لهم يا جماعة ما تزعلوش منه خليكو صحابه معلش ده هو وحيد واحده على طول خليكو دايما حواليه ما تسيبهوش خليكو دايما صحوه يعني. فييجوا بيقول والله احنا بنصحب اي حد نتيجة معنا يعني متعمش غير كده هي ماشية بتصحب الناس كلها. فاحنا كده كده اصحابه ونفضل اصحابه على طول. اللي اب بعد كده بعد ما يمشوا بيتفاجئ ان ابنه بيلبس اللبس الغريب بتاع زومبير ده وبيفضل بقى ايه? احس ان هو بيفاية الجريمة وكده ويفضل يتنطط ويمشي في الشارع كأنه هو يعني. وبعدين الوقت بيمشي يلاقي ان في شوية بلطجية بيدربوا ايد فبيقرب لهم وبعين هو مقلع كده ان هو خايف يدربوه فبييجي يقول لهم واقفوا ويجي ينجج معهم او هيخش يحاربهم يعني فهو بيعملهم بايد وكده فبيقعوا فبيتضربوه ويقعوا فبيقول ايه ده انا قوي جدا ده انا بقيت زومبير وجد ولا ايه? ويبقى فرحان بنفسه. بس بعد كده بيبنينا في المشهد اللي بعده ان الاب بيدي لهم فلوس ويقول لهم اعملت وشيقول لكم حلو ان هو حسسون ان هو قوي. اللي اب عايز يحسس ابنه ان هو جامد يعني. ويقول لهم ممكن اعملها مرة تانية وهيديهم فلوس هو هنا بيبان ان هو اديهم تمنمية دولار هو مية الف ين او يعني زي ما يوازي كده تمنمية دولار. فالعيال بتوافق يقول له اه نعملها تاني مش مشكلة اقول انا نعملها امتى وفين وخلاص وهنزبطها. في المدرسة ابنك عشان ايه نعمل كده هناك. بعد كده العيال البلطاجيه دول بيقفوا يوجي في المدرسة وخلاص بيبتدوا بقى يتحرشوا به تقريبا. مش عافينا ما بيعملوا في ايه بالزبط. وهنا بينتهي الجزء ده ويبتري الجزء اللي بعده اللي هو تلاتة وعشرين ان الواد بيجي يقول ليه ده يوجي. بيعملوا فيك ايه الكلاب دول كده. فالعيال بيشوفوه يقول له طيب احنا هنمشي ونبقى نيجي بعدين بقى. على استاسي انهم بقى يعني خايفين منه كده. للاختصار بعد كده هم العيال دول بيخطفوا يوجي ويبعتوا للواد ده رسالة ان احنا خطفناه وتعالى عشان تنقذوا. الواد بقى يلبس لبس زومبير ويروح لهم. في الناس الوقت بيبان بقى ان العيالة البلطقية دول كلموا ابوه. وقال له احنا عايزين منك خمسمية الفين اللي هو حوالي اربعة تلاف دولار. فالواد بيقول لربعة تلاف دولار منين? ده انا معاييش المبلغ ده. ده انا معاييش الفلوس دي خالص. قال له له ها ها ها. صرفوا كده. المهم الواد ده لابس زومبير ظهر لهم وقال لهم مسلموا يوجي اولادة اللي مش عارف ايه. انا عايز يوجي صاحبي. هنا بقى بنكتشف ان هم اصلا ما خطفوش يوجي ولا حاجة. هم خطفوا الواد الصغير بعد ما كلموا بوه عشان ياخدوا منه الفيديا للاربعة تلاف ومئة دولار بالزبط. الواد بيطلع لهم لابس لبس الزومبير ده فهما بيبتدوا بقى يضربوه يهزقوه كده ورشوا على يعني سبري عشان كده بيتمقلسوا عليه يعني. فييوجي جال لهم بقى لهم انتم متشطرين على العيل الصغير وسايبيني كده. قالوا طبعا نمشي يا جدعي يا خرفان انت من هنا. فقال لهم هي 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 يلا نلعب سوا. فطلعوا له المطاوي والسككين. فييوجي مسك اللي بيترش بيه ده وفضل يجري وهو بيروش على الارض ما هو مش فاهمين فيه. على الناحية التانية الواد قال لا انا مش هسيب يوجي الواحده وحاول يروح ينقزه. فراح لقى ان يوجي رسم على الارض حواليهم بالسبري كده رسمة كبيرة قوي بالسبري. فبيقولوله انت بتعمل ايه? يعني انت بترسم الرسمة على الارض اللي هم يرسمش رسمة. بصوا على الارض كده اللي حواليك. ولو الرسمة محوطوها من كل حتة. وان اخيرها عندي طرف السجارة اللي كانت رابينها على الارض. فطرف السجارة قال لك دي هالي هتولع في كله دي هتولع في الرش اللي مرشوش على الارض ده كله. لسه بيفكروا ها ازاي? فقال لهم ده بقى دي متاهة النور. لو عايز تخرج من النور دي وما تعديش مياه لازم تفضل ماشي في الحاجة اللي انا رسمتها دي لغاية ما تخرج منها عشان النار ما تمسكش فيك. فطبعا هم مش عارفين يعملوا حاجة ورجليهم بدأت تتحرق فهو بيقول ها 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 هيا دي اجروا اجروا قدامي. ها هو بيبصو لهم بالسادية كده. وبعدين بيقولوا ما تقلقوش لو عارفتوا تخرجوا بره المتاهم شتموتوا ها 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 كده. فالمهم في الاخر هم ينطوا من الحتة اللي فيها دي وقعوا في المية وخلاص. فبعا كده راح قال له بقى الود اللي يجينا قاسف انا احباله بتاعها. لو لا انت مش احبال انت تقدر تبقى بطل في يوم الايام وكده بس انت هتبقص على كده. ده كان من الموضوع. ده كان الفيديو. اتكلمنا سريعا عن تلاتة شابتر. الفيديو الجاي هيبقى عن الشابتر الاربعة وعشرين او بدايتها من شابتر الاربعة وعشرين. بس كده. ده كان الفيديو. ريت لاعجبك تعمل لايك وسبسكرايب وشير على تيسبوك واليوتيوب والحاجات بس كده وشكرا جدا. اشتركوا في القناة